تقول ما حكم العادة السرية للمرأة التي هجرها زوجها بسبب البعض في الجنسي أصبع نستور رساءنا وبنتنا ونولا أمنا نبينا صلى الله عليه وآله وآله وصلى مع النمان أنه لا أحوز في دين الله تبارك وتعالى لكنت لهذا الفتل وهتفهبني كان أولا لكن أكون عنى الزوج أن يبحث ابكداء عمد الأطباء في علاج لهذا المرض هذا المرض والحمد لله تبارك وتعالى هناك الآن من وسائل العلاج لهذا الأمر الكثير بفضل الله عز وجل فليتكن لها زوج هذه المرأة حتى لا يعرفها للفكنة حتى لا يعرفها للفكنة ثم انبذل وأخذ بأسبابي ولكن الله سبحانه وتعالى لم يقدر له الشفاء فعليه أن يعتجاه لموأته يعني أن تحتاج المرأة فقط من الزوج يعني أن تستشعر منه الدفء وأن تستشعر منه الحنان لو أن هذا وجل أعطى لزوجه حقها وذنمها إلى صدره بحب وحنان ونطق وذاعدها وقدما أظناها عن مثل هذه المعاصي ولا حول ولا قوت إلا بالله عن ما أن يستشعر وجل من نفسها هذا فيحز والموأة هجر كليا ببما أخذ حجرة واحدة وأترك موأته بالشوير وربنا بالسنين كما تسألني كثير من أحوال فلتبع من يعرض الزوج موأته لفكرة حالكة أنا دمسفل الزوجة فأكون لها اتق الله تبعلك وتعالى وجدد إيمانك بالله عز وجل وأحرصي على الذكر والتسبيح قراءة القرآن والاستغفار وأكسلي من الصيام وأكسلي من الصيام ولا تنفلي أبدا عن التذنري والتضرري إلى موارك تبارك وتعالى أن يحفرك وأن يعصمك وأن يقاهرك من كل ما لا يرضيه ثم ولا تنفلي أنهو في النصاح الأخيرة لا أعرض بصرك لا أعرض بصريك وقنبك وسمعك للفكم عبر الشاشات أو عبر الكستات أو عبر المجلات فأنتي إن سابة هذه المشاهد تحرق الغرائز الهجأة هذه الشار وهذه الكلمات في كثير من البنوات اللوكي لا تتق الله ولا تعقب في المؤمنين والمؤمنات إنه ولا ذنما تستثير والشهوات الكامنة والتحرر لكل قبائزا هاجأة فأنسحك وأنا أبوك أو أهوك أنسحك لا تأريب بصرك ولا قنبك ولا سمعك هذه المشاهد المثيرة التي فحل لك فيك الشهوة واسأب نواها سبحانه وتعالى دسمه الأعظم أن يستركي موسيقى